اشتركوا في القناة باب من ابواب الشيطان اللي هو الصغائر هل فيه كبيرة وفيه صغيرة الكبائر اسألوا الله ان يسلمنا هل يقول لك الخمر والزنا وهذه الاشياء هذه من الكبائر للانسان مع انه في هذا الزمان في ناس يعصون الله في الكبائر شوفوا متى ما الانسان بدأ بالكبيرة خلاص هتك الستر الذي بينه وبين الله لكن مشكلة الناس بالصغائر لك عم تفرج على النساء عم تفرجوا على الافلام الاباحية هاي بيعتبرها ايش من الصغائر بيشتم ايش يتكلم كلام نابي والله ابضلوا ابضة هيك خفيفة بيشغلوا طيب شوف الصغيرة الصغيرة قيل ما ليس فيها حد حد من الحدود هلا الزنا في حد الخمر في حد السرقة فيها حد هلا الصغيرة ربما تنقلب الى كبيرة اعطيكم مثال هلا ايامك نخر صغير بده يعني عشر دقائع عند طبيب الاسنان بيتركوا وبيهملوا شو بيصير فيه بصير بده انه ايش عمل جراحي بيفتحوا السن مدري ايش وكذا ويمكن يقيموا السن كله بيقول له انتخر هو كان ايش شغلة صغيرة هلا ايام نسان ما بينتبه معظم النار من مستصغري شرري الاسرار على الصغيرة كبيرة بيقولوا لا صغيرة مع الاسرار ما اصر ما اصفت صغيرة ولا كبيرة مع الاستغفار لانه الانسان لما بيستغفر لو كانت كبيرة الله عز وجل يغفر الذنوب الا الشرك بالله عز وجل هناك حالات تنقلب فيها الصغيرة الى كبيرة وصير الانسان عم يعمل كبائر وما نعرفان وهذا هو مدخل الشيطان ايه لك اخي شوف لا هلا لا سمح الله ولا قدر بيقول لك ايش انسان انه انا ما ساويت شي يعني لكن قبلتها لفتات بالحرام متى تنقلب الصغيرة الى كبيرة انا اقول لكم اول وحدة عند المجاهرة لما الانسان بيجاهر بالمعصية النبي عليه الصلاة والسلام قال كل امتي معافى الا المجاهرين هذا الذي يتبجح بالمعصية وان من الاجهار ان يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه الله ستار لانه فيقول هذا المذنب يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا بروح بذكر ايش بطولاته في الصغائر وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه هذا صارت كبير انت تحدى مين فينا واحد يتحدى رئيس قسم شرطة لك ما فيك تتحدى واحد عنده شوية عضلات عم تحدى الله هي صار الصغيرة صار كبيرة اي اول واحدة الامر الثاني استصغار المعصية لك ما في اشي ما شغلة شو ابدا مرة كان في اخك سبحان الله راقبته مرة اثنين ثلاثة بعدين رحت نصحت و اشتغلك بدائرة من الدوائر يعني ايام مولى مثلا طلع الوصل حقه مثلا يعني ستة وعشرين ليرا يزد تولو خمسين أربعين ليرا يعني أربطعش من هون وثلطعش من هون تولو شو هات دراهم معدودة قروش تولو شوف إذا كنت تستغز تستغز هذا الشيء هذا هذا سمح الله هذا مال سحت مال حرام حرام انتبه انتبه بالوزن مال حرام بالكيل مال حرام هذا الذي إنما يستصغر المعصية هدول يجتمعن على الرجل حتى ايش يهلكنه النبي كيف تلك تلك خروف خروف يعني إنسان بعته بيع تفرح بالمعصية تفرح بمعصية الله عز وجل بأن هناك علاقة مع أنثى أو هناك إنسان لا يفقه لك اشتريتلك بيط لقطة مال وفهمان الخمس من ايش من الطمس ايه معناة أنت تفرح بالمعصية انتبه هذه المعصية الصغيرة صارت كبيرة قال أيضا أن يكون فاعل المعصية عالما يقتدى به الله طيف والله يا أخوان الكرام أنا بزعى الأيام ما يعني كل إنسان بيقول عنه عالم أنه عالم لا هل كل مين صف الصواني قال أنا حلواني بجيء له لكنه فلان تبهوا مو كل إنسان العالم هو عالم بعلمه وبفعله وبأخلاقه وبسلوكه نداء لنفسه ولكل إنسان بلبس عمامة النبي عليه الصلاة والسلام تجي أنت بتوقف في المحراب أو بتطلع على منبر النبي عليه الصلاة والسلام الناس يقتدون بك أبسط الأمور بتلاقي إنه والله إنه إيش قاعد ماسك سيجارة وعم يدخين حطت لك أرقيل لكن أنت هدمت هدمت الدين لأنه إذا كان الشيخ هيك أنا أنا بسمع كثير أنا بحضرت ما يعني ما ممكن لكن بسمع بالله الشيخ الفلاني بأرقيل إذا الشيخ عم يأرقيل الأم شو تساوي تبه هاي الشغلة العادية أما إذا كان هناك ذنوب وخطايا وخفايا بتخلي الإنسان اللي هو رئي الإيمان يكفر بالدين إذا كان تصدر هذه الصغيرة الرجل فلا إذا كان إذلك مين اللي بيعرف الإنسان الخواص الجيران الأهل اللي حول منه أنا أنا بيجي لعنكم بدرس بقعد على كرسي التدريس شو بتشوفوا مني تشوفوا مني كل طيب لكن إذا بدك تسأل عني روح سأل عني أهل بيتي سأل عني الجوار إذا من نروح للمشايق الزمان هذا خلي على الله كفرنا بإيش سبحان الله أحد الأخوان الكرام إجان اللي لا تقول لي شيخ ولا تقول لي مدري إيش تعرف هو الكل اللي عن دجار اللي طلعن يحكي كلام طول بالك هذا ما له شيخ طلعوا عرفت الرجل اللي عم تحكي عنه مين وشيخ شو كل واحد قال شيخ وحط اللي طائية هاي انتحال صفة اسمها قال اضراع شاش ودأن إيش بلاش ضراع شاش ودأن بلاش العالم عالم زي كان أنت يعود بالشام كم عالم في ما عد في الله يرحم علمان من عشر خمس عشر سنة كان قامات هل طلاب العلم هني اللي متصدرين مع ذلك مو كل إنسان عالم عالم ويتقي الله عز وجل صدقا بطلع من هون بقف على إشارة كل لا في شرط الصبح ولا هم يحزنون وعدين نحن بالسيارة قالوا لا تقطع الإشارة لأخي اللي معي لكل هبسين لفي وجب هلا لك إذا شاف ك إنسان عادي أنت إنسان قدوة يقتدى بك أيضا تنقلب صغيرة إلى كبيرة إذا أصررت على المداومة عليها لذلك الله عز وجل قال عن المتقين ولم يصروا على ما فعلوا هلأ أولادنا لا سمح الله كذا وهي تلاقي لك في شي بسلوكه بده يصر لك مصر إنه ما يفي على الفجر لك مصر إنه يسهر بالليل لك مصر إنه إيش لك تعال على مجلس العلم لك ما بده مصر صرار والعناد هذه تنقلب الصغيرة إلى إلى كبيرة مع الإصرار فزوها لا صغيرة ما مهم صغيرة هي لك هي بالطب بالهندسة بالمحامة هلأ بالهندسة عطل بقلب يعني بوري صحية بقلب حيط قال لك عمينش يوم يومين بيقوله صارت عم ترضع شو يعني بليش تندي نزلت لعند الجيران هذا من هون لستة شهر أو سنة بنزل الحيط كله ليش لأنك مصر كان بإمكانك تقطع المي عنه وتحفر بهذا المكان إيش وتصلحه شوفوا أخوانا الكرام أيام الصغيرة يعني تمحى باستغفار بتوبة أما إذا منتركها مثل ما بيترك الإنسان الجرح بدون أن يطببه أو يداويه هلأ شوفوا إنسان مثلا كنا لما نروح الحج وكذا الناس ما بتمشي يعني بصير معه هيك شيء من من التسلخ اللو روح جيب إيش دواء في أخ بعد إخوان الكرام ولا قال لي أنا وصلنا للمدينة صارت دم ينزل من جلده ليش لأنه أصر إذنك حتى في الحياة العادية عطل في السيارة سمعت صوت شوفي معناه هذا تنبيه على سبحان الله لما بيلتهبوا اللوزتين شو التهاب اللوزتين إنه في خلل انتبه في مكان ما في هذا الجسد هذا عم يعطيك انذار إذنك مو من المستحسن إنه الإنسان ييمولوا اللوزات يقول الولد هدول إنه في شيء بمعتك في شيء بإيش بجسدك قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إذنك شو الإصرار الإصرار هو التكرار إذنك الشيطان بيجي من هالباب صغيري أخي ألا شو بيقول لك لما يكون إنساني بيقول لك صغيري ما في شيء صغيري قال له هذه نريد أن نصلحها اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا وأصلح فساد قلوبنا يا رب إنه يكون بيننا وبينك العلاقة راقية علاقة إيمان إذنه هيك شفتوا شيء يعني يشوبه يعني الذنب والخطيئة توبوا لذلك الإنسان من المستحسن بل من المؤكد أن يتوب إلى الله كل يوم هلأ أرأيتم لو أن أحدكم أو نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمسة مرات أيبقى من درانه شيء هذا اللي بفوت بتنظف كل يوم شو هات خلاص سمحوا كل جو قالوا لا يبقى من درانه شيء قال فذلك مثل الصلاوات الخمس هاي الصلاة اللي عم تجوه الفجر وكذا وهي هذا الزبن تبعا باريح وليك مو بأصدو مو بيجي بصلاة الفجر بهالقراءة بهالمجلس العلم بهالأعدل الربانية هاي كله إيش صلوا سنة ونص ما حضر مجلس طيب جمنا ساوي كونوا مثل اللي اللي عم اتعامل مع العطار يا يا بطيبك يا يعني يعني ببيعك يا بشم منك ريحة طيبة هاي الأعدة في المجالس مجالس العلم ومجالس الإيمان ربنا تقبل منا بسر الفاتحة اشتركوا في القناة